السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء تلميذات العزيزات أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أحاول أن أقدم لكم الجزء الأول من درس الإزاحة والمتجهات إذن سوف نبدأ بمفهوم المتجهة إذن سوف أطرح هذا السؤال مثلا هنا كما تلاحظون في الصورة سيارة في حركة إذن سنحاول أن نسمي نقطة الإنطلاق A ونقطة الوصول B إذن لكي أصف هذه الحركة سوف أستعمل المصطلحات الآتية تلاحظون معي أن حركة السيارة هي حركة أفقية إذن هذا اتجاه أفقي ولكن عندما أعطي هذه المعلومة أي أن الاتجاه أو اتجاه الحركة هو اتجاه أفقي هل المعلومة كافية؟ طبعا لا لأنني لم أذكر هل منح الحركة من اليمين نحو اليسار أو العكس إذن لاتجاه أفقي هناك منحيين متعاكسين إذن المعلومة الأولى لا تكفي وحدها إذن لابد من أن أذكر اتجاه الحركة ومنح هذه الحركة إذن سوف أعيد سؤالي هل هاتان المعلومتان صحيحتان؟ مثلا هذه السيارة أو موضع السيارة البدئي وموضع السيارة النهائي بينهما مسافة محددة أو قياس محدد إذن إذا كانت هذه المسافة مثلاً عشرة أمطار فإنها لا تشبه حركة أخرى لا هاتجاه أفقي ونفس المنحة ولكن لا تشبه من ناحية القياس أو المسافة المقطوعة إذا كانت المسافة المقطوعة مثلاً عشرون متراً إذن ولا بد أن أذكر في وصف هذه الحركة المسافة المقطوعة أو القياس بين أحد النقطتين A وB إذن لوصفي حركة أقوم باستعمال ثلاث معطيات أساسية اتجاه منحة وقياس المسافة من هنا أستخلص مفهوم المتجهة إذن المتجهة بشكل عام قبل أن نمر للتعريف هي وسيلة لوصف حركة أو وصف انتقال ما إذن أستطيع أن أستعمل المتجهة لوصف هذه الحركة وبالتالي يكون مفهوم المتجهة رياضياً هو كالأتي المتجهة بتعريفها كل نقطتين في المستوى هنا لدينا النقطة A والنقطة B تحددان متجهة نرمز لها بالرمز A-B مثلاً نعتبر أن هذه النقطة A هي نقطة أصلية وقمت بانتقال من A إلى B فإنني أعرف ماذا متجهة بحيث المكان الأصلي أو البدئي هو الأصل والطرف هو هنا هو B والمكان أو الموضع النهائي إذا بالنسبة لي انتقال النقطة إلى نقطة أو مثلاً نقطتين مختلفتين في مستوى تحددان متجهة قلنا A أصلها في هذا المثال و B طرفها وحاملها المستقيم A-B إذن إذا نحن فش نعبره على المستقيم A-B هو نسميه حامل المتجهة لكل متجهة في المستوى حامل إذن سنرى مثال لخصائص المتجهة إذن كيف نعرف الحركة رياضياً مثلاً عندي حركة وناخدنا في جانا قهوة وسوف نقوم بتحريكه في موضع معين لموضع معين نعلم أن لاحظوا معايا أن هذا الفنجان له ما لا نهاية من الحركة يعني لا نهاية دي الإمكانية الحركة نقدر نحركه هنا أو هنا أنا بنسبة لي هنا هذا الفنجان عنده عدد غير محدد من احتماليات أو إمكانيات الحركة ولكن الهدف دينا في هذه الوضعية هو أننا نحرك هذا الفنجان نحو موضع محدد رمزنا له بهذا السهم إذن ننتقلوا الشكل الثاني وعبرنا على النقطة دي المكان الفنجان المكان الأصلي موضع البدئي دي الفنجان عبرنا عليه بالنقطة والموضع النهائي اللي غادي يكون فيه الفنجان هو النقطة بي إذن كيف يمكنني أن أعرف المتجهة أبي دونك هنا فاش قد لكم المكان البدئي والمكان النهائي إذن هنا كنز عندي حركة هنا كنز عندي واحد الحركة كيفاش غدا نقدر نعبر على هاد الحركة إذن لكي ننتقل من آ إلى بي يجيب أن نعرف الاتجاه إذن شنهو الاتجاه دي الفد الحالة الاتجاه هو اتجاه المستقيم أبي والمنحة لنتكلم قليلا عن اتجاه اتجاه مستقيمين رياديا اتجاه مستقيمين متوازيين هنا كنقوله عندهم نفس الاتجاه وإذن نعلم أن مستقيمين متطابقين هما مستقيمين هو حالة خاصة من التوازي إذن أي مستقيم يوازي الآخر فإن له نفس الاتجاه إذن هنا عندي تطابق وبالتالي عنده نفس الاتجاه دي المستقيم أبي المنحة المنحة نعبر دائما على منحة متجهة من أ نحو بي مثلا عندي متجهة سي دي نقول أن المنحة من سي إلى دي إذن هنا المنحة دي بشكل واضح لأن هنا المكالبت إي وهنا فين وصلنا إذن لمنحة كنا نطلقنا من أ نحو بي المنظم نعبر عن قياس متجهة بي المنظم المنظم هو المسافة المقطوعة لهي المسافة بي إذن نمر لتعريف خصائص المتجهة لكل متجهة ثلاث خصائص أو نعبر عن متجهة بثلاث خصائص نعتبر أول بنقطة مختلفتان وبالتالي يحدد لنا وبالتالي هنا نحدد متجهة أبي إذن لها تيجاه طبيعة الحال لها تيجاه منحة معير دائما في أي متجهة عند ثلاثة دي الخصائص إي تيجاه منحة معير إذن نبدأ بالإتجاه المتجهة أبي هو قلنا إتجاه المستقيم أبي في حال اللي شوفنا في المثال المنحة دي الأبي هو من أ إلى بي والمعيار أو المنظم يعني هنا عندنا تسمية كي يعنيو نفس الشيء المعيار أو المنظم هو هذه القياس دي هذيك المسافة بين النقطاتين إذن نعتبر الشبه المنحرف أف جي أش إذن تلاحظوا معي الشكل المتجهة أف بالأحمر المتجهة أف شوفوا كيف كنعبر عليها دائما المتجهة هذا هو الرمز دياله هو الأصل والطرف فوق مننا سهم هذا هو تعبير ديال المتجهة إذن المتجهة أف المتجهة أش جي وهنا ولا بد أنني نحترم الترطيب ديالي لهما نفس الاتجاه إذن هما إذن لاحظوا معي هذا الشبه المنحرف القاعدتان متوازيتان وبما أن المستقيم وحامل المتجهة أف يوازي حامل المتجهة أجي كنقدر نقول أنهم عندهم نفس الاتجاه ها واحدة دوزو الثانية وهي المنحة ولا بد في المقارنة ديال المتجهتين خاصني نقارن ثلاثة ديال الخصائص مع بعضهم إذن خاصني ولا بد أن نلقى نفس الاتجاه نفس المنحة نفس المعيار عاد نقدر نستنتج أنهم متساوين نزيدوا نشوفوا المثال إذن عندي المنحة من أ إلى F هو نفسه من أ إلى J إذن عندهم نفس المنحة غادي نمشوا نشوفوا القياس أو المعيار يعني المعيار أو المنظم ديال المتجهة أف كتلاحظوا أن هالقياس بين النقطاتين أ و أف رهو أكبر من القياس ديال النقطاتين أش و ج إذن هل لهم نفس المنظم؟ لا المتجهة أف منظمها أو معيارها أكبر من منظم أش جاء وبالتالي ما عندهمش نفس المعيار وبالتالي بما أنه ما توفرواش الشروط بثلاثة بحال بحال ما كنقدرش نقول أن هذ المتجهتين متساويتين إذن خصني ولا بودار يكون عندهم نفس الاتجاه نفس المنحة نفس المعيار نستنتج التساوي في الحالة ديالنا هذا المثال المتجهة غير متساويتين إذن نشوف الخاصية ديالنا نقول إن متجهتين أبي والمتجهتين متساويتين إذا كانت بي والدي هما على التوالي صورتي أو صي بنفس الإزاحة هنا نشوف الإزاحة في وقت لاحق إذن سد تساوي متجهة سد تساوي المتجهة أبي إذن خصوم يكون عندهم نفس الاتجاه والمنحة والمعيار لكي نستنتج التساوي ديال هذ المتجهتين نخدم مثال عندي متجهة أبي وعندي متجهة دي سي توسف ترجمة نانسي قوى ترجمة نانسي قنقر شكرا